مرحبا فيكم حباي في الدلويين وان شاء الله تكونوا بألف خير يا رب ويكون شهر حلو وإيجابي عالجميع طاطق كيف حتكون وحتكون نوعا ما مسيطر على شكله انت بالماضي ما كنت مسيطر عليها شايف بيدك اللي هو الحظ الحظ رح يكون بين ايديك او رح يكون موجود عندك بالفترة الجاي انت رح تستغرب انه هو موجود خلينا نجوف بشكل عام ازا لبرج تدلو ان شاء الله تطلع يا رب قراءة ايجابية رح هفتح اول شي بشكل عام بعدين شوي نشوف العاطفة هيك نظرة خاطفة احني احنا مفاتحين على قراءة عامة الطرف الثالث ليش بيبين انا مش فاهمة مش فاهمة ليش بنط عندي انا الطرف الثالث ببظل بنط عندي الحمد لله لحد الان الورق حلو يا رب اخر ورقتين يكونوا حلوين تطلع قراءة من القراءات حلوة هو لا حلو الحمد لله يعني برج الدلو ان شاء الله الفترة الجاي ما رح تكون زي الفترة الماضية رح تحارب تكافح تحاول تدافع عن حالك اما في محكمة اما في جمعة اما في العمل لكن رح يكون معاك اللي هو الدليل رح يكون معاك السلاح المناسب لانك تعمل هذا الاشي لانك يعني رح تظهر الحقيقة رح تاخد حقك رح المهم انك رح تكافح في هذا الموضوع ما رح يجيك على على الجاهز ولكن رح تربحه رح تكون ربحان لمدة طويلة زي ما احنا شايفين هون الشكل فشايف انه في نتيجة هذا الشي رح يكون فيه ترقية لما يكتشف مثلا المدير او اللي اللي عندك في العمل او 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 لما يكتشف جدارتك او حتى لو ما كنت تشتغل رح تثبت جدارتك ويصير في عندك دخل ازا ما كان عندك دخل من الاول او انه ترقية ازا كان عندك شغل فرح يكون نتيجة اه انه هذا الموضوع رح يكون نتيجته انه زيادة في الدخل شوف هون العلاقة الثلاثية شايف في عندك اه ممكن يكون موجود علاقة ثلاثية وانت شاكك في العلاقة الثلاثية اه ولكن انت بنفس الوقت اه قادر انك تروض الحبيب قادر انك تروض اي حدا يا برج الدلو برج الدلو مقنع جدا يعني بتقدر تروض اي شخص فبنات برج الدلو يعني بتخيل ما فيش صعب عليهم خاصة في العلاقات العاطفية بقدروا يروضوا الطرف الثاني زي ما بتهم ولكن يمكن يكون الحظ احيانا مش معاهم فمش عارفة بس اه هون بيطلع لي القوة بيطلع لي انه يعني شخص يعني عادي جدا عنده انه يتحدى ويغامر عنده روح المغامرة فعم بشوفك في نفس الوقت عم بتحارب الطرف الثالث ما عم تترك له الساحة يعني انه فيه انتصار عليه ما عم تترك له الساحة عم تحاول انه تكون العلاقة يعني مستمرة دائمة وهون انا شايفة نهاية رقم خمسة نهاية للطرف الثالث مهما كان الطرف الثالث هذا حبالبي يعني مش بس هو طرف ثالث خيانة او اه شخص ثالث داخل على علاقة ممكن يكون اي اي عائق في العلاقة العاطفية وحتى مش بالعلاقات العاطفية ممكن بالعمل اه عائق يكون بالعمل بينك وبين مديرك بينك وبين شخص يكون فايت اه طرف ثالث فمش اه الطرف الثالث هو بس خيانة كمان ممكن يكون في اي مجال هون شايفيتك عم بتحاول انك تستشفي وهون شايفة نتيجة الاستشفاء رح يصير ان شاء الله في هاي الفترة في اخرها ممكن تاني او شبور او بعد بشوي يعني استشفاء تام من من اللي خلينا نقول من اي طاقة صلبية كنت تعاني منها اه بكل اشكالها حسد سحر عين ما بعرف شو هي بس اه انت بتعمل رقيهات بتعمل استشفاء اه في منكم بيروح يمكن عند معالج طاقة في منكم بيمارس يعني امور بتعمل على الاستشفاء وعم بيستمر عليها عم بيكون اه مكافح في هذا الموضوع ما عم يمل ولا يكل يعني يضلوا يكرر هذا الموضوع لذلك بشوف عندهم السبع تاكرات اه انضاف يعني اه شخص لا يعني شخص اه عن جد عم بتشغل على حاله هاي الفترة وعم بتجيب نتيجة برج الدلو بشكل عام حبايبي هاي الفترة يعني على قد ما تشتغل انت اه على حالك على قد ما السن الجاي خلينا نقول اه او الاشهر اللي بعدها رح تكون بخير فكتير ركز على المدة الجاي اه كيف رح يكون شكلها نجي نأخذ هاي الكروت نفتح بشكل عام على العاطفة هلأ ممكن اه نكون عم نقرأ قراءة عامة مش عاطفية يبين فيها شوية عاطفة ممكن اساسا نتكون فاتح على العاطفة او قراءة عاطفية يبين عندك شوي اه امور تانية فانحاول نحكي عن كل الكروت مهما كانت لها علاقة في العاطفة او لا لكن القراءة هي عاطفية زي ما بتعرفوا دايما بعيدها انه القراءة العاطفية هاي قراءة عامة وممكن تكون عكسية فاكيد ما هتنطبئ على الجميع او يمكن طاقتك ما بتوصلني فكتير في اسباب هون بقولك انسى الماضي كتير كتير عم بتفكر باخطاء الماضية ما عم تنسى للشريك الاشياء اللي عملها والشريك ما عم ينسى الاشياء اللي انت عملتها ما في تسامح ما في آآ في شايف شوي روح الانتقام بالموضوع آآ ما عم تنسوا شوف حاب تكون كتير وحيد هاي الفترة عم حاب تكون وحيد لانه تعبت من كل شيء تعبت من مشاكل اللي في شغلك تعبت من كتير ازمات امور حتى بالعلاقة العاطفية عم بتكون في اللي هو تحديات او شايفيتك اكتر اشي هون عم تفوق لنفسك عم شوي شوي تهتم في حالك اكتر عم تعمل عم تهتم في مظهرك كتير 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 هاي الفترة فمش بس مظهرك عم تحاول كمان تقعد مع حالك تتقنب حالك يمكن احيانا احيانا لا بالعكس فعم تقعد مع حالك كتير عم تتواصل مع روحك الداخلية عم بيكون عندك حدس اوي كتير هاي الفترة او حاسة سادسة بشوفك هون حاصل على الخير يعني المطر خير في الكرت عم بشوف الحبيب عم بيجهز حاله بعدين جاي وهو مسلم يعني شوف رافع الراي البيضة وجاي لعندك فبدك تكون يعني مستقبل جيد لهذا الموضوع وما تكون قاسي ما تكون خلينا نقول طف معا تكون شوي اكتر هون شايفة فيه شايفة فيه عوائق كتير في علاقتكم العاطفية يمكن تزداد بهاي الفترة ولكن على قد ما انتوا تعبتوا على قد ما حتلاقوا فيه نجاح لهاي العلاقة مع انه ما فيه شي بالسابق بيدل على انه فيه يعني فيه خير جاي ولكن الخير جاي هون وهون فيه خير كتير جاي ممكن تسافر مع الحبيب او الحبيب مسافر او كل واحد في دولة او البعض عن بعض يعني عاطفيا مو شرط يعني في المكان عم بتشك بالحبيب عم آآ لكن هذا شكك مش في محله شايفك رح يعني رح توصل اوكي انت والحبيب ولكن يعني رح توصله لنقطة معينة رح تتكامل ورح آآ تقربه كتير مع بعض ولكن هذا كل هذا بيحتاج جهد منك جهد منه. اذا ما صار هذا الجهد ما في فايدة. وشايفة هون كبرياء كبير من الطرفين يعني. الطرفين عم يتعالوا عن الموضوع انه كل واحد عم يترك الثاني لحتى انه يرجع. اكتر اشي شايفة الكبرياء انه هاي اللي مش هاي اللي متأكدة انها مش عكسية يعني. اللي متأكدة منه انه برج الجدي هو اللي عنده الكبرياء الكبير هذا. فعم بيشوف بحاله كتير هيك انه لا هو مستحيل يرجع انه كزا. ولكن جوات قلبه بيموت بالحبيب. كتير كتير بيحبه. شايفة الناس المتزوجين ممكن يكون في عندهم السفر او هجرة. عم بيفكروا فيها اه اه لهم فترة طويلة. وين تكملتها دقهم? خلينا نشوف ازا فيه نصائح. لبرز الدلو. ممكن تكون من الكون ممكن من الملائكة اه يعني اه بقول لك غير نظامك اليومي. غير ممارساتك اليومية. قبل شوي قلتلك ممكن يكون في عندك ممكن يكون في عندك ادمان على موضوع معين. فهون عم بيقول لك فعلا انه زي ما قلنا. انه اه بداية جيدة لحتى انت تعمل تعمل مش عارفة اللي هو برنامج جديد لحياتك اليومية تغير في حياتك اليومية. ما تضلك نفس الروتين. بقولي الوقت نفس الروتين. بتاكل نفس الاكلة. بتروح بتعمل نفس الشي. ازا كنت مدخن عم بتدخن بكترة. اه عم بتروح للاك في المواضيع. فبيقولك لا. انه هيك وهيك. اه كمان برج الجدي ناجح جدا في العمل. فالعمل عم ياخد منه كتير تفكير وكتير اللي هو ما بيعرف يوازن كتير بين التفكير والعاطفة. او عنده مش عارفة العاطفة اهم انا بحكي عن الرجال من الجدي مش عن البنات. البنات طبعا لا عاطفيين كتير رومانسيين. اه عندهم انوثة يعني طاغية. ولكن انا بحكي عن الرجال من برج الجدي عم يكونوا كتير عم يهتموا في الشغل على حساب اه العاطفة او على حساب عيلتهم. بقولك استمع باصغاء. يعني انت من الناس يمكن اللي بتطنش كتير بتسمع وبتطنش يعني ما بتستشير كتير بتعمل اللي براسها. بقولك لا استشير اللي حواليك يعني اسمع. ممكن كمان يقولك اسمع للطاقة الكونية. اه حاول تكون اكتر روحانية. وكأنك شخص نوعا ما الحاق يعني حاليا عم بتكون شوية بعيد. عن روحانيات. بقولك زود هاي الروحانيات. شين? اه ظاهر انه في حدا من العائلة عندك او انت شخصيا او الشريك عمل شي يدعو لل هي كلمة كبيرة بس انا يعني بترجمها حرفيا اه للعار او ومش كلا العار يعني لا اه ما بعرف صارت فضيحة صار شي صار شي مؤلم يعني صارت مشكلة وكبرت اه فا اه بقولك انه رح تمشي عديها حاول تنسى. نشوف هاي الكروت ازا لبرج الدلو. برج الدلو بقولك اه في هذا الكرت انه الفترة الجاي رح تكون في وفرة كتير او رح يكون في حظ فاستغله لانه بعديها في فترة مش خاط يعني بس بعديها في فترة يعني رح تحتاج فيها هذا المال رح تحتاج فيها هاي العاطفة بقولك عبي على قد ما تقدر هاي الفترة ايش حمحالك على قد ما تقدر اه عندك وفرة مالية حاس يعني حاول انك تكسب اكتر شي ممكن اه وكأنه في بعديها شوي اه انزول في هذا الموضوع ان شاء الله ما يكون في. بحكي لك you are safe اه انت بامان مهما كانت الظروف حواليك انت اه ما تخاف مهما كانت التغيرات حواليك اه على اي صعيد فانت ما تخاف انت في عناية الهية او انت بيقولك you are safe. فورق حلو الحمد لله رب العالمين اللي طلع فيه ورق حلو يعني ان شاء الله يا رب انه الاشياء الحلوة تتير والاشياء اللي مش حلوة ما تتفير. فحبايب برج بنはいو غاية محضن برجم لكم حسنق اشتركوا في القناة